ينص الدستور العراقي على انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه في أول جلسة يعقدها بعد المصادقة على النتائج ويرى كثيرون من الخبراء القانونيين أن البرلمان العراقي ارتكب في أقل من شهر ثلاثة مخالفات دستورية بدأت حينما أخفق في التصويت على رئيس البرلمان ونائبيه في الجلسة الأولى تلاه تأجيل الجلسة الثانية تبعه تكرار الإخفاق في انتخاب هيئة رئاسة البرلمان في الجلسة الثانية ويبدو أن خلافات التحالفات الرئيسة الكبيرة أعمقوا من ضرورة الالتزام بالتوقيتات التي حددها الدستور هو صحيح أن هناك مخالفات دستورية لا ينكر في ذلك لكن هذه مخالفات تنظيمية يعني لا تتعلق بجوهر وطبيعة أحكام الدستور أي لا يترتب عليها بطلان الإجراء الذي يتقد لاحقا ولعل ما تريده هذه التحالفات التي تمثل الشيعة والسنة والأكراد من التوافق على الرئاسات الثلاث بسلة واحدة أمر يتعارض مع نصوص الدستور الذي حدد آلية لتشكيل الحكومة بجدول زمني محدد لو تنازل السيد رئيس الوزراء نور المالك عن ترشيح نفسه لولاية الثالثة نعم ستحل الأزمة خلال دقائق القوى السياسية السنية في البرلمان الجديد اتفقت على تسمية سليم الجبوري لمنصب رئاسة البرلمان كما اتفق الأكراد على تسمية برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية فيما انقسم التحالف الوطني بين مؤيد ومعارض لترشيح المالك لولاية الثالثة تشكيل الحكومة الجديدة مرهول بحل عقدة الاتفاق على تسمية مرشح الرئاسات الثلاث والبرلمان الجديد بدأ دورته التشريعية بارتكاب مخالفات دستورية كما يقول البعض أمر يعيد إلى الأذهان مرارة تجربة تشكيل الحكومة السابقة عام 2010 والتي استغرقت حينها أكثر من ثمانية أشهر طارق ماهر سكاي نيوز عربية بغداد